اشتركوا في القناة هو الثوم والمعروف منذ ألف سن لدى حضورات مختلفة حول العالم وقد أثبتت العديد من الدراسات في أعصرنا الحديث وجد علق مباشرة بين تناول الثوم والفائدة والوقع من مشاكل صحية كثيرة ومتنوعة أولا الفوضى الطبيعية للنباتات اللي قد خلق الله تعالى هذا الكون بما فيه من إنسان وحيوان ونباتات وجمادات وظواهر كونية وجعل كل ذلك في خدمة الإنسان كيتمك من عمرة الأرض ويتمثل هذا التسخير في وجود العديد من النباتات التي استخدمها الإنسان في الغذاء أو من خلال استخدامها في عملية تجميلية أو طبية وخاصة تلك النباتات التي تعيش في مختلف مناطق الأرض حيث ساعد ذلك على تجربها من قبل الإنسان في الطعام والعلاجات والاستخدامات الخارجية الأخرى ومن هذه النباتات نبات الثوم وفي هذا الموضوع إن شاء الله سوف نتناول معلومات عن فوضى الثوم لإصلاحة جسم الإنسان الثوم يوعد الثوم من أقدم النباتات التي عرفت على وجه الأرض وهو صالح للزروعة في كل الأقاليم وهو نباتيات من بصلة تحت الأرض حيث تنم حباته بجور بعضها حول مركز منتصف رأس الثوم وقد الشهر استخدمه هذا النبات عند المصريين القدماء وعند الهنود والصينيين والعرب أيضا ومن أهم مكوناته الكبريتة والأحمض الأمني المختلفة والتي ممكننا تمييزها بوضوح وهذا ما دع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى النهي عن إيتينا المسجد لمن أكله لأن له راحة منفرة قد تؤذي المصليين فما هي الفوضى الصحية لتناول الثوم هناك العديد من الفوضى التي يعود بها يستخدم الثوم على الجسم ومن أهم هذه الفوضى ما يليم معاقم ومطاهر عام حيث يعد من أهم الموضى الطبيعية التي لها دور في تعقيم القنوة الهضمية والمعدة وعادة ما يساعد مع اللبن من أجل غسل المعدة وتطهيرها في حالة التسوم وفي حالة الإصابة بنزلات البرد الشديدة خفض نسبة الكورسترول الأضار في الجسم حيث يساعد الثوم على تخفض نسبة الكورسترول الأضار في الجسم مما يساعد على الوقاية من الإصابة بتصلب الشريين وأمراض القلب الثوم يعمل على زياد قدر الجهاز المناعة حيث يعد من أهم الموضى الطبيعية التي تزيد من قدر الجهاز المناعة على مكفاحة الأمراض المختلفة بسبب احتوائها على مضادات الأكساد وعناصر البوتاسيوم وفيتامين سية فهو من أهم العناصر التي تقوم من أمراض الجلدية المختلفة كما أنه له دورا في تخلص الجسم من السموم بسبب تركيز مادة الكبريتة التي تعمل على تحفيز الجسم على طرد المواد السامة والضورة من الجسم الثوم يحارب مظهر الخرف والزهايمر حيث يحتوى على مضادات الأكساد التي له دورا في تنشط الذاكرة وتحسين مستوى التركيز والحد من الإصابة بمرضي الزهايمر كما يحارب عرض الشخوخة المبكرة الثوم يعمل على زيادة القدرة على التحمل يساعد الثوم على تنشط الجسم والعضلات يزيد من الوقت الذي يحتاجها الجسم للوصول إلى درجة التعب بما يساعد عليه تعزيز الأداء الجسمانية وزيادة القدرة على إتمام الأعمال بالشكل المطلوب زيادة القوة العظامة يساعد على زيادة القوة العظامة والمفاصل بسبب احتوى على كمية علي من هرمون الأستروجين أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر